أَكْرَمَنَا رَبِّي وَهَدَانَا بِالْقُرْآنِ طَرِيقُ الْهُدَانَةِ وَنِدَاءُ الْأَرْوَاحِ الْأَسْكَى لِلنُورِ وَلِلْخَيْرِ دَعَانَةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه مرحبا بكم مجددا في اللقاء التاسع من برنامج رتل معي وكتتم لما سلف ذكره في الحلقة الماضية من أحكام النون الساكنة والتنوين لابد من إلحاقها بأحكام الميم الساكنة قبل الشروع في موضوع هذه الحلقة ألا وهو كيف يرسم القرآن الكريم بصيغة أخرى الرسم العثماني الميم الساكنة الحرف المعروف وبعجالة لها ثلاث أحكام الحكم الأول الإضغام وقلنا في الحلقة الماضية على أن الإضغام هو إضخال حرف في حرف وهنا الإضغام في الميم الساكنة يكون بإضخال الميم الساكنة في الميم التي بعدها كقول الله عز وجل وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ أصلها وَمِنْهُمْ مَنْ مِيمٌ ساكنة جاء بعدها ميم نقوم بإضغام الميم الأولى في الميم الثانية مع الغنى أي مع تشديد على الميم بمقدار حركتين وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وقوله تعالى أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع إضغام الميم الساكنة في الميم التي بعدها أطعمهم من جوع أطعمهم ميم ساكنة بعدها الميم إضغام وغير ذلك من الكلمات هذا الحكم الأول ألا وهو الإضغام الحكم الثاني الإخفاء الإخفاء في الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء كقوله تعالى وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ كما ذكرنا بالنسبة للإقلاب في النون الساكنة والتنوين نقليب النون الساكنة والتنوين ميما مخفات كذلك الشأن بالنسبة لإخفاء الميم عند التقائها بالباء وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بإطباق الشفتين بإطباق الشفتين ليس وكلبهم باسط وقوله تعالى ترميهم بحجارة لاحظ معي ترميهم بحجارة ميم بعدها الباء هذا هو الإخفاء قد يقول قائل كما ذكرت سابقا الإخفاء يعني لا ينبغي أن تظهر الميم ومن قال لك أنها قد ظهرت بل أغلقت الفم على الميم وفتحت علباء وقال سبحانه وتعالى يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ أما باقي الحروف إن جاءت بعد حرف الميم نظهر الميم بشكل عادي كخلاصة الميم الساكنة إذا جاءت بعدها ميم نقوم بالإضغام إذا جاء بعدها باء نقوم بالإخفاء وإذا جاء بعدها باقي الحروف نقوم بإظهارها الرسم القرآني نسمع هذه الكلمات كثيرا ولكن لا نفهم معناها وتقع أعيننا على ألفاظ كتبت بطريقة معينة في المصحف ولكن مع الأسف لا نلقي لها بالا وهذا من تمام إعجاز القرآن الكريم في لفظه وحتى في كتابته الرسم العثماني هو الطريقة التي كتبت بها ألفاظ القرآن الكريم على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى القرآن الذي بين أيدينا فيه حروف وفيه تشكيل فتحة وكسرة وضمة وسكون وشدة وغير ذلك وفيها ياءات صغيرة تسمى الياء الزائدة وفيها ألفات صغيرة تسمى ألف العوض وفيها نقط وفيها ترقيم للآيات هذا الموضوع كله لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم بل الرسم الذي كان في عهد الصحابة كان رسما للحروف دون تشكيل ودون تنقيط ودون همزات ودون ألف التعويض تلك الألف الصغيرة ودون الياء الزائدة تلك الياء الصغيرة كان نصا عاريا عن أي إضافات أخرى وتلك الإضافات الزائدة على الرسم تسمى ضبطا إذن فالرسم هو طريقة كتابة القرآن الكريم على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زيد على الرسم كما يبدو أمامكم على الشاشة كما يبدو أمامكم هذا هو الرسم وما زيد على الرسم يسمى ضبطا وهو الذي جاء به التابعون وتابع التابعين إلى يومنا هذا ولكن موضوعي إليكم في هذه الحلقة ليس موضوعا لتعلم الرسم بشكل أساسي بقدر ما هو فتح لأعيننا على عظمة كتاب الله عز وجل حتى في رسمه وذلك بإعطاء جملة من الأمثلة حتى يتضح هذا المقال على سبيل المثال يقول ربنا عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ضعفاء ها هنا كتبت الكلمة كما نكتبها في المدارس بالضاد والعين والفاء والألف والهمزة ولكن في موضع آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا من منا لاحظ أن الضعفاء هنا كتبت بهمزة على الواو فما الذي جعل هذه الكلمة تكتبها هنا على الواو وها هنا بالهمزة على السطر هنا ينبغي إعمال العقل في التأمل في سياق كلمة الضعفاء داخل الآية ضعفاء الدنيا ليسوا هم ضعفاء الآخرة لذلك كتبت بهمزة على الواو إشارة إلى ضعف الآخرة ليس هو ضعف الدنيا أما كلمة ضعفاء في الآية التي ذكرت سابقا فهو ضعف دنيوي مثال آخر كلمة جنة مفردة وردت في القرآن الكريم بتاء مربوطة إلا موضعا واحدا وللأسف نمر عليه ونقرأه ولا نفكر لماذا التاء هاهنا كتبت مبسوطة مع العلم أنها مفردة ليست جمعا أين هي في خواتم صورة الواقعة وهي قول ربنا عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم لو تأملناها هنا في كلمة جنة سنجدها كتبت بتاء مبسوطة لو تأملنا قليلا ما السبب في كتابتها بتاء مبسوطة مع العلم أن كلمة الجنة مفردة في القرآن الكريم كله كتبت بتاء مربوطة أقول كلمة جنة مفردة وليست جمعا الجواب أن صورة الواقعة هي الصورة الوحدة التي ذكرت أصناف يوم القيامة الثلاث صنفان في الجنة وصنف في النار الصنف الأول هم المقربون لذلك بسط الله تاء جنتهم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم مثلا كلمة أيام كلها في القرآن الكريم كما نكتبها في المدرسة بالألف والياء والألف والميم إلا موضعا واحدا وهو قوله تعالى من سورة إبراهيم في مطلعها مخاطبا موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله بأيام الله كتبت بالباء والألف وياء وياء وميم وألف صغيرة محذوفة لأن سياق الأيام هاهنا ليس المقصود به الأيام على وجه الزمن الأيام التي خلقها الله كزمن كجزء من الشهر كجزء من الأسبوع ولكن المقصود بالأيام هاهنا الأيام التي أهلك الله فيها الأمم الظالمة الكافرة وأزيدك أمثلة أخرى كلمة الميعاد في القرآن الكريم كلنا نقرأ كتاب الله عز وجل ولا ننتبه فينبغي أن تنتبه لكل كلمة لماذا كتبت بهذه الطريقة كلمة الميعاد في القرآن الكريم كله كتبت بالميم والياء والعين والألف الطويلة الألف الثابتة والدال إلا موضعا واحدا في صورة الأنفال في قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد في الميعاد كتبت بميم وياء وعين ودال دون ألف يلفظ الألف ولكن لم يرسل لماذا؟ لأن الميعاد هاهنا جاء في سياق مواعيد البشر والبشر يصيبون ويخطئون لكن الميعاد في حق الله عز وجل ميعاد ثابت والله لا يخلف الميعاد أزيدك كذلك قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه من منا تأمل في طريقة كتابة أبناءها هنا وأحباء بهمزة على الوا والأصل أن تكتب الهمزة على السطر وكأنهم يريدون أن يخصصوا لأنفسهم محبة خاصة بهم فأجابهم الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وكذلك كلمة امرأة وكذلك كلمة امرأة تراها تارة بتاء مربوطة وتراها تارة بتاء مبسوطة خذها كقاعدة حيثما وجدت المرأة بعدها زوجها في كتاب الله عز وجل نسبت إلى زوجها كتبت بتاء مبسوطة وإن لم تنسب لأحد المرأة في كتاب الله عز وجل كتبت بتاء مربوطة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وعراضا بتاء المربوطة إذ قالت امرأة عمران وغير ذلك من أسرار كتابة المصحف الشريف أردت من حلقة هذه أن تكون فتحا لأعينكم وتحبيبا في كتاب الله عز وجل بشكل أكبر حتى تبحث وتسأل نفسك لماذا هذه كتبت هكذا ولماذا هذه كتبت هكذا لماذا كتاب الله عز وجل كتب بهذه الطريقة إذن فالرسم القرآني وطريقة كتابة القرآن الكريم وهي طريقة خاصة به عكس الرسم الإملائي لما نسمع كلمة كيف نكتبها في المدارس ولكن القرآن الكريم لما أقولك أرسم الآية الفلانية يعني كتبها تكتبها كما رويت عن الصحابة رضي الله عنهم كما رويت عن المصاحف التي نسخت في عهد عثمان بن عفان ولمزيد من الإضاح نتمم الموضوع إن شاء الله في الحلقة المقبلة حتى نتعرف على ضبط المصحف الشريف وعلى رموز الضبط وهو الذي همنا أكثر أقول قولي واستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر